أولى الغزدة ابنة خان يونس التي لديها هي ممرضة ولديها حس رفيع في الحرف المهندة وتحديدا في النجارة التفاصيل من خان يونس في غزة تحدثنا عنها تحرير أبو شاب من خان يونس صاحبة منجرة شام نوجه لك التحديات الصباح هذا صباح الخير تحرير صباح الورد صباح صباح الفل والياسمين يعني من الدكترة ومن الإبار ومن الأدوية لموضوع الخشب والمنشار وما إلى ذلك أول شي عارفين عن نفسك تحرير وإحكينا شو هالجمع بين مهنة تمتاز بالكثير من الإنسانية إلى مهنة تمتاز بالكثير أيضا هي الأخرى فيها الإنسانية ولكن الجدية والخطورة بس سنتين بيجمعوا بين الخطورة بصراحة إحكينا أول شي مين تحرير أبو شاب أنا تحرير عمري أربع هي عمري 32 سنة خارجة بكالوريس تمريض عاما كلية فلسطين هي المهنة كيف جمعوا مع بعض الظروف اللي خلتني أروح لها في استغلت الموهبة والهواية اللي عندي وخلتني أروح لها مع التمنى أنه حدا يجي يساعدني كل الأحترام طب يعني من التمريد درستي في التمريد ومن ثم تحول التفكير إلى القطاع المهني أول شي اشتغلت في مهنة التمريد تحرير صحيح أنا اتخرجت بمعدل تراكم 80% وقدمت لطلب وظيفة لكن مع حالة نلحظ ولكن اشتغل في نظام عقود وبطلات ولما سأل وضع الاقتصادي فكرت أنه أشتغل إشي أنا أكون في مديرة نفسي حلو حلو جميل جدا ولكن في حال عرض عليك العمل في التمريد هل ستعاودين التفكير في العودة إلى العمل في سلك المهنة الطبية أكيد أنا بشتغل لما يجي يطلع لعقد بطالة بشتغل في جانب شغلة الورجة لكن هذا إشي خاص فيه شغلة الخاص في المنجرة نعم نعم طب يلا حكي لنا البداية كيف بلشت فكرة التفكير أنه أنا بدي أشتغل في منجرة منجرة شام طبعا في خان يونس من وين بلشت الفكرة؟ هي الفكرة أجتني كيف لما سأل وضع الاقتصادي وأنا عم بحب الرسم والرسم على الخشب شغل الخشبيات والوالد أصير محرر فبحث يشتغل في الأشياء هذه إله لديته شاورته في الموضوع شو رأيك أنه أعمالها شغل ثابت إله ومصدر رزق ما كان عنده رفض وكان هو أول إشي يستاعدني ويرسل معي شاب لنات وفي البداية لابن ما وقفت على رجلي لحالي بعدين تركني خلص يلا إنتي لحالي يلا يا تحريب لما لقيت إقبال من الناس عليها أعمل دراسة جدوى وخطة عمل ونفذت المشروع والحمد لله رب العالمين ربنا يكرم جميل جدا رائع جدا يعني تحرير أنت مثال المرأة الفلسطينية بصراحة المصرة على أنها قادرة وتستطيع وكيف نستطيع أن نوظف الصعوبات الحجاتية والمطبات التي قد نمر بها أن نوظفها بشكل إيجابي بحيث الإنسان ما يقل إشي يحطمه هو الإنسان هو اللي بيبني نفسه وهو اللي بيهدمها نعم أنت شوف إيش الطاقات اللي عندك إيش القدرات اللي عندك وحاول تسخرها في مكان تستفيد منه مع عدول وضع اقتصادي الوضع الاقتصادي على كل الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة دس اللي بفرج أنه الإنسان هو اللي بيأذي حاله بحاله أنا ما بحكي لك أنه نحن عايشين في الأحلام لس برضو أنه أنا بديش أستنى حدا يجي يساعدني لأنه أنا ولادي حموت من الجوء لو ضلتني أستنى أنه حدا يساعدني ما أجمل هذه الروح ما أجمل هذه الروح يا تحرير الأشي اللي موجود عندي وصخرته في إيش أنا أستفيد منه والطموح والإرادة والإصرار هما الثوابت في هذه الحاجات إجمالا تحرير يعني حاليا في المنجرة منجرة شام بتشتغلي لوحدك ولا في حد عم بيساعدك؟ في البداية كان معي الوالد هو اللي بيساعدني وزوجي بعدين صرت أنا وزوجي بنشتغل فيه وبيجي معنا لما يكون فيه شغل أو ضغط بجيب ناس بأجر وفي ناجرين بتيجي بتشتغل وتأخذ أجر يعني بتعطيني أجر الورشة وبتروح لأنه وارشتي أنا متكاملة بتعمل كل أنواع الموبيليا بتعمل حالو حالو فصلتي إشية مميزة تحرير وتتحكي لما بيكون فيه ضغط بجيب حدا يساعدنا معناها ما شاء الله وندع الخشبة تحرير عشان عيني الحسود يعني فيه إقبال بيكون فيه عنده طلبيات آه بيكون عنده طلبيات بشتغلها فلازم أجيب حدا أنه يساعد بأجر يعني طب تحرير القبول المجتمعي كيف كان والله أنا شخصيتي من الناس اللي ما بركز إيش بده يحكي طالما أنا عارفة حالي شغلت صح بركزش في حدا وبعدين الوالد والزوجي معي يعني بدي أفضل مرأي مين كل الاحترام وكل التقدير بصراحة للعائلة الداعمة للزوج الداعم وهنا نسأل ونستفسر على أي بصراحة المشغولات تركز تحرير في عملها أنا فكرة مشروعي فكرة مشروع تعتمد بالأساس على إعادة التدوير أنا مؤمنة بفكرة إعادة التدوير خاصة نفايات السلطة بتأمل أنه نوصل لنفايات السلطة تكون صفر مشروعي بيشتغل إعادة تدوير أخشاب مشاطيح وأخشاب تالي في أشجار زيتون وبلو فبشتغل على هذا الموضوع في جانب الأخشاب الجديد حلو جميل جدا في هذا اليوم إنجاز رائع يسطر لصالح تحرير أبو شاب الشابة الغزية من خان يونس التي اليوم حدثتنا عن كيف نجابه الظروف الصعبة والقاسدة وأن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الظروف بل أن نوظف ما لدينا من مواهب من إبداعات من قدرات في سبيل أن نحقق الأفضل والأمثل وأن نعتاش مما نملك من خلال قدراتنا إلى جانب الشهادة الجامعية التي أيضا هي الأخرى حاصل عليها كممرضة إجمالا تحرير نتمنى لك دوام التوفيق والتميز وأن يلمع نجمك في عنان السماء في غزة وفي الوطن بشكل كامل متكامل شكرا جزيلا لك تحرير أبو شاب من خان يونس صاحبة منجرة شام شكرا لك ونواصل المشوار الصباحي معكم وأينما كنتم لا تنسوا